أهمية وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ليه؟ خلينا أقولك أنه مجرد وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات معناها بالضرورة هو اهتمام بالدولة المصرية ومعناها أنك دولة فاعلة في محوطك الإقليمي دولة كبيرة دولة بيهتم بها الرأي العام العالم نزاهة العملية الانتخابية بتتوقف على مجموعة من العناصر أهمها أن يبقى فيه متابعة أو رقابة أو رقابة دولية لأنها بتدي ثقة في نتيجة الانتخابات بتدي ثقة للناخبين بتدي ثقة للرأي العام العالمي والرأي العام المصري على أن الانتخابات نزيهة وتحت بصر وبصيرة سواء منظمات إقليمية أو منظمات محلية أو منظمات دولية نحن في مرحلة من المراحل كنا بنتحرج لوجود فكرة متابعة من المنظمات الدولية لما وصلنا لمرحلة أنه ليس لدينا ما نقفيه عندنا دستور وعندنا قوانين وعندنا إعلام مفتوح وعندنا إعلام موازي وعندنا مشاركة من 106 حزب وعندنا مشاركة من آلاف من منظمات المجتمع المدني النقابات المهنية النقاط باية العملية الشأن المحيط بالدولة المصرية كمان بيحفز المنظمات الدولية والمنظمات المحلية لأنها تتابع العملية الانتخابية هي كمان ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية عفوا لنزاهة العملية الانتخابية مهم جدا مهم جدا متابعة العملية الانتخابية لما بيبقى فيه متابعة من منظمات إقليمية ومحلية ودولية انت بتضمني انه الجهاز الإداري يبقى حريص جدا على العملية الانتخابية وبيبقى كمان حريصة لأحزاب السياسية على انها تحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات بتحفز كمان قطاع كبير من المجتمع انه يشارك لأنه أنت عشان توجه لوم أو توجه ملاحظة لأي قصور في العملية الانتخابية معناها أنك أنت تبقى مشارك دي كمان بتشجع عدد كبير من العازفين عن المشاركة في العملية الانتخابية أن هم يشاركوا في الانتخابات يعني في قطاع كبير من الشباب لا يسق في أي عملية انتخابية ما لم يكن هناك رقابة من المنظمات المجتمع المدني أو من المنظمات الدولية البعض يسميها متابعة ويسميها مرأبة هو في النهاية في حد بيلاحظ بيكتب ملاحظات بيدون هذه الملاحظات بيوجهها للهيئة التي تشرف على الانتخابات تقوم تتفادى هذه الملاحظات في المستعد ده بيؤكد مصداقية العملية الانتخابية بشكل مباشر سواء الرقابة أو المتابعة داخليا أو متابعة دولية خارجية